لحوات قبل المغادرة مسافرون يستعدون لتوجه لقضاء العطلة الصيفية في إحدى الولايات الداخلية من البلاد شركة النقل الخصوصي بن واكشوت تشهد هذه الأيام إقبالا مقطعا نظير للمسافرين المتوجهين للمدن الداخلية لقضاء العطلة الصيفية بحثا عن الراحة والاستجمام مع الأهل والأحبة والاستقاء بعد أشهر من العمل والدراسة بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخبها إقبال أو حملة كما يحل للبعض هنا تسميتها حيث تدر أرباحا على بعض العاملين في هذه الشركات كما تخلق فراص عمل للبعض الآخر هذه الفترة إن قاعد الحملة قلوا لها الاشتراك هنا حملة الناس اللي ماشى راجعة من المدن قاعدة الرياف وقاعدة أهاليها مثلا فترة راحة واستجمام وفعلا فيها إقبال لا يستهانوا بها على الشرايك على الشرايك النقل خاصة وفيها قطعة مداخل لا يستهانوا بها مولع للشرايك وعلى كل حال ماشاء الله فتبارك الله يلاحظ أن فيه ماشاء الله إقبال للناس وفتساحهم على مثلا بلد الشرايك اللي قطيع البيات وكلها ماشي قايس أهله سمعت اللي يدع في زجارات لها اللي الناس ما شراجعة في زجارات وهان مولي موسم الخريب والناس ماشي على كل حال كلها قايس بلد من ناصران فيه أهله وفيه أخوته واصحابه لا يجتمع بهم على كل حال وفعلا عندهم اللي مردود لباس به على الناس وهي على كل حال يخلقوا فرص عمل للشوفيرات ويخلق ياسر مثلا من مسائل اللي على كل حال فيها مردود موثوق للشرايك ويواجه سائقو سيارات النقل مشاكل جمى بدا بوعورة طريقه وما تسببه من حوادث سير بشكل يومي تحصد سنويا أرواح الألاف حوادث يعتبر السائقون أن السبب المباشر لها يعود للقائمين على عمليات إصلاح الطرق وعدم اعتمادهم لمعايير السلامة ونعانوا منه ما وقلت ببصاجة ولا وكذرتها من دور سلامة نحن من نفسنا وسلامة المواطنين خالق الشركة هون ينقال هانير من يوم فيه جاءت الموريتان قابلا بين بو تيليميت ونواكشو ولا يراد الله أنه وفات شي ولا استفدنا منه يجروننا شمن الرماد على الطريق إنين يفيري واحدة تلوى تطيح ويبقى لموسم الخريف مكانة خاصة في نوفوس الموريتانيين حيث تشد إليه الرحال وتبدأ حركة نزوح واسعة من العاصمة نوكشوط والمدن الكبرى باتجاه مدن الداخل بحثا عن الراحة والهدوء والاكتشاف ما تتمتع به بلاده من مناظر خلابة موسيقى